البرج الايقوني كانت الفكرة ايه بالظبط الفكرة انه ازاي نخلق رمز جديد للنادي العربي والافريقي الوحيد اللي حقق الانجاز ده فا ازاي نعمل حاجة مهمة في الحفلة دي حاجة مختلفة بدأ احمد اخوي عرض علي الفكرة صراحة شوية انه دايما افكاره بتبقى صعب انه تتنفذ بس دي حسيت انه ممكن ته هو عايش برضو حتة الكريشن اه هو اهلاوي جدا 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 وبيساعدني في الشغل طول الوقت فا مستداجون دي مجهول برضو لدي نتعرف عليه مره انا بقول وهولت وهولت ثلاث مرات اهو اكيد ده اكيد دلوقتي مبسوط احمد جمال اه فقال لي الفكرة دي فسرحت شوية كده ايه قلت المرة دي والله ممكن دي ممكن نحاول نعملها طيب المشكلة في ايه المشكلة في الوقت ففكرت في تريتمنت تاني معالجة تانية لان انا اعمل الفكرة دي بس قلت روح اعرض عالكابتن الاول فاعملنا اجتماع مع الكابتن بخصوص حفلة النجمة العشرة وقلت له يا كابتن انا في فكرة اعتقد ان هي هتبقى حاجة مهمة جدا جدا في تاريخ النادي فكرة دي عبرها عن 1 2 3 4 فبرضو الكابتن سرح شوية وبعدين قال لي حلوة تتعامل في الوقت ده قلت له هادرس الموضوع وارجع على حضرتك رجعت مع مهندسين باش مهندس حرشي هو اللي عمل الديزاين بتاع البرج الفاينال اللي هيتنفذ ان شاء الله اشتغلوا في يوم عملوا لي الديزاين قعدنا نعدل عليه كتير جدا 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 بالفريق بتاعه طلعنا الديزاين الفاينال اللي عجبني عرضته على الكابتن وقلت له انه ان احنا ننتهي من البرج ده اللي هيقعد سنين لا ممكن ما نلحقش لكن احنا ممكن نعمل فكرة متطورة جدا جدا حاجة متعملتش في مصر ولا نادي ولا مؤسسة رياضية ولا حاجة اللي هي فكرة اللي هو بقى أخويا وزميلي برضو في الشغل وليد الحريري اللي برضو بوجه له تحية هو فريقه هم اللي عاملين الشاشات وهم اللي عاملين فكرة ان انت تشوفه كأنه تعمل بالعرض الجرافيكس ده واحنا لسه ما بننهوش فمهندسة الديكور بنت الهيكل بس الخشى بي ده شكلا وبقينا بنعمل عرض 3D انه يبين البرج ده هيبقى شكله عامل ازاي اخترنا المكان اتناقشنا كتير في المكان الكابتن جه عاين معانا تيتش واخترنا المكان مع بعض ولقينا انه ده مكان مناسب جدا جدا في الاريا بتاعة استادة المدرجات القديمة هيتعامل البرج ويبقى رمز للنادي للولادة الصغيرين كل يوم الساعة 10 شعلة فوق هتبقى لما يخلص البرج ان شاء الله ده كله هيتشال وهيبقى فيه شعلة فوق في النجمة العشرة بتولع نار شعلة نار الساعة 10 كل يوم الولادة يتلفوا يتصوروا حواليها واعضاء النادي والزوار النادي يقفوا يستنوا الساعة 10 تيجي عشان نفكر كل الناس بايه بالانجاز ده يتعلقوا بالانجاز ترجمة نانسي قنقر